السلام عليكم و مرحبا بكم في وصفة جديدة اليوم ان شاء الله راح ندلكم كيفية صناعة الورود لتزيين الحلويات بعجينة السكر اسهل وردة راح نخدمها بطريقة جد بسيطة و كامل راح تنترون فيها و كما راكم تشوفو انا استعملت هاد لا مارك وان ميكس روزة في الحق انا عجبتني بزيف هاد لا مارك و راح نستعملو التيلاز هنا يدير 20 مين و راح نستعملو هادو السيلوات اللي استعملوهم في عجينة السكر و راح نخدمو بلزون بورت بيس اللي كم تشوفو فيهم بتاع الوردة يجو ثلاثة و عندي حبيبات الحلوة الفضية الكبيرة الصفراء اللي راح ننزينو بها نشفو كما راكم تشوفو نبدأ و ن brackets لكم عجينة بيدينا كما راكم تشوفو عاي تتلسق نديرو التيلاز بش يساعدنا بش نشفنا العجينةopf بش ندخلو هادا كتيلازم 내�حف العجينة و ن package نخدمها كما راكم تشوفو ونضيرو المايزينة باش نحو هذك التلسق اللي تلسقنا من هاجينة السكر نخدموها ملح كما راكم تشوفو ننسيو بحدة تولينا الاستيك هنا نعرفوها باللي راهي مخدمة ملح توجو كما قلت لكم ننسيو باش نديرو يدينا في المايزينة نحن نحلوها على بلوندو تخاباي نرشو المايزينة ونبدأو نحلو في العجينة عجينة السكر ونحلوها رقيقة بزف ونحلوها اخشينة بزف ونحلوها في الموايا ونبدأو بالسلوات نكسلو فيها راح نحن نستعمل الطابع الصغير كامل هنا على حساب الحلوة اللي عادتكم إلا كانوا عريش ولا كسموهم الكعيكعات نستعملو الكبير والصغير والمتوسط وحنا يا عندي انا دي تغطيلات راح نخدمهم بالكوكاو والكارامل ورايح نزينهم كتزين بالورود وحنا يا انا عندي هذي التابي تاع الورقة كارا ما كشلي ما عندوش هذي الورقة ولا موش شايفها انا ما عنديش التابي تاع عجينة السكر ما شريتوش غي هذي تساعدني نخدم بها تخدم اللي ملح شوفوا هنا دلت الوردة وحكمت الهنية استيلو القبل الكبير نسيو بالبولة الكبيرة باش نسرحوها كما راكم تشوفوا بيزيت تكبرنا الوردة شوفوا نفوتو كاعدة لبيضال ونبعد ندورو ونروحو للرقيقة في هذي الصغيرة نسيو نحطوها في الوسط ما بين الورقة تاع الوردة في الحاشية ونسيو باش ندورو كما راكم تشوفوا ان شاء الله نكون عارفت كيف شو نوصل لكم الفكرة شوفوا كيف تتجعد لنا هنا تتشرجفة تليك متشرجفة شوفوا نفوتو كامل على البيضال كي ما قلت لكم وفي الوسط انمشوها باش تعطينا شكل شباب ونحكم بهذا السيلو اللي يجي كيما المنقر بينزو الصباع ونخرجو كيما الكوان شوفو ان شاء الله الصورة رايت بين لكم هذا الوردة تجيب الزفريقيا ويجي شابه ورح تعطي النظرة للقاطو شوفو راح نرفضها ونحطها في هذو اللي مولتا ديمي بول ولا الكازي تعلبيض نقيوه هو نحط فيه الوردة راح نعود معاكم وردة واحد اخرى شوفو حطيت الوردة وراي حنعود كيما اقلت لكم نفس الشي ماش راح نهضر راح تشوفو الطريقة كيفاش نخدمها ومينش راح نسرع لكم المقطع بها تشوفو كل التفاصيل شكرا 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 لكم واحداء احكمت تيلوز مع الماء قليلا من التيلوز و الماء يجيب زيادة حتى يولينا كما الغيرة و إذا حبيت تشري الغيرة اشري الغيرة بالبنسو سوف نديره في الوسط نقطة باش راحين نلسقوا فيها الحجرة تاع الحقاش تاعنا تاع الضوغي أنا خيرت تام في الضوغي نحطها رايحة تلسقنا و بعد اللي لسقنا الحبات تاع الحقاش نحن نكملنا الورد نجد ليلة كاملة نشفلنا الورود شوفوا الشكل تاعها يجيب زيادة هايل شوفوا كيفاش نسقوها تحطيها و تقسي بات سقميها شوفوا هنا يا بعد اللي كملت كامل الورود اللي عندي على حسب طلابية كانت عندي هنا خمسين حبة هنا يا أنا خدمت النص و مازال باقي لنزيد ثاني نخدم المهم هذا هو الشكل تاعهم يجيب زيادة هايلين و شابين و راح نحط لكم الوصفة تاع القاطو هذا هو القاطو اللي خدمته كما قلت لكم دي تاقتولات بلابات تابلي راح نحط لكم الوصفة ان شاء الله و درت له الحشو كوكو يكون مكسر مش مرح يرطب يكون شوية مكسر يجي خشين و ليمتو بالطوفيا و درت معه المعجون و حلت الترك و في الحواشي تاع حبة القاطو درت الكاراميل مع الفويتين بها يعطينا شكل بها ميجينش الشكل تاع حبة القاطو سانطا وهذه الطلبية اللي كنت درتها في الحقيقة جاني الفيديو بزاف طويل و راح ان شاء الله بإذن الله بعد هذا الفيديو تعال ورود نحط لكم كامل الوصفات و كامل وش خدمت فيه ملعجينة حتى الوصول للغلاساج و التزيين و في الاخير نقولكم هذه هي الوصفات لنا نهار اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم و استفدتم منها و في الاخير نقولكم تهلا في روحكم و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته في امان الله اشتركوا في القناة